في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتقادات الغربية للغزو الروسي لأوكرانيا تبرز أصوات على الجانب الآخر تنتقد جرائم الولايات المتحدة التي سبقت حرب أوكرانيا بسنوات أبرزها غزوها العراق وارتكابها في عمليات إبادة وجرائم فادحة موقع أوبن ديموكراسي للدراسات ركز على النفاق الأمريكي وازدواجية المعايير المتعلقة بانتقاد الاستبداد الروسي بينما قتلت أمريكا أكثر من مليون إنسان في العراق وأفغانستان منذ هجمات الحادي عشر من أيلول وحتى عام 2010 بحسب دراسة أجراها معهد واتسون الأمريكي الذي يرى أن أضعاف هذا العدد من الناس ماتوا بسبب التأثيرات غير المباشرة للحرب مثل سوء التغذية والمجاعة والمرض والأمراض السرطانية بسبب استخدام الأسلحة المحرمة دوليا إضافة إلى نزوح 38 مليون شخص في عدة بلدان بسبب الحروب الأمريكية يستعيد التقرير جراء ما قامت بها قوات الاحتلال الأمريكية كما جرى في الهجومين الذي تعرضت لهما مدينة الفلوجة عام 2004 وأدت إلى تسوية أكثر من نصف البناء العمراني للمدينة بالأرض ويعتبر صحفيون غربيون وفقا لموقع أوبن ديموكراسي أن أيدي دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا التي تسعى للحصول على تأييد لموقفها بين الحرب في أوكرانيا سبق وتلطخت بالدماء خلال عقدين من الزمن ويخلص تقرير الموقع الأمريكي إلى القول إنه بينما يتم بث مشاهد الهجوم الروسي على أوكرانيا للجمهور الغربي على مدار الساعات الأربع والعشرين فإن ما لا يدركه هذا الجمهور نفسه أن مثل هذه التغطية الإعلامية كانت متاحة أيضا على مدار الساعة خلال حرب العراق من قنوات قدمت روايات كاملة وصورا وبيانات حول الإصابات والقتلة التي تسببت فيها القوات الغربية ولكن تم حجب الكثير منها على قنواتهم رغم أن هناك درجة كبيرة من الغضب في أنحاء العالم الغربي بشان ما تقوم به قوات بوتين في أوكرانيا إلا أن ما تفعله روسيا لا يختلف كثيرا عما فعلته التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة في الحروب وخاصة في العراق